الناهرجة تحدي بديد فيديو بديد عن نوع من الواع الفنت بيهدي الأعصاب وبيساعد على التركيز وبيزيد الانتاجية طبعا نتو عارفين احنا لاتكليم اخوتي أن تتكلم عن مدة مدربية. اشترك في انيا بعد تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا. طبعا انتوا عارفين احنا نتكلم عن ايه? فيا ريت بس حاب اقول لكم حاجة. لو عجبكم الفيديو وتنسوش بقى الايك والشير والسبسكرايب. معلوة كده عالسريع انه ثمانين في المية من اللي بيشوفوا الفيديوهات اصلا مش معمولين مش مشتركين في القناة. فيا ريت تعملوا سبسكرايب. وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلو نبتدي. او الدودلز هو نوع من انواع الفن او نشاط فني. بيتميز بانه هو عبارة عن آآ شغبطة او خنابيش كده بسيطة. ساعات بيبقى لها معنى. ساعات بيبقى لها شكل معين زي شخصيات كارتانوية او كده. او ساعات بيبقى او جرد خطوط عشوائية. عادة الاشخاص اللي بيقوموا او بيرسموا الدودلز بيكون زهنهم مشغول. مسلا بيبقاعدين بيتكلموا في التليفون فتلاقيهم قاعدين بيشغبطوا كده في ورقة قدامهم او حد في محاضرة بيسمع حاجة مع ورقة وقلم تلاقيه ايه قاعد سرح كده وقاعد شغبط في جنب كده او يرسم رسومات خطوط بيحاول ان هو يتخلص من التوتر لو هو مثلا لو لو المكالمة مغترة شوية او الزهق او سرحان كده وزهقان فبيحاول ان هو يخرج نفسه بالبود بطريقة لا ارادية. متهالي كلنا مررنا بيها لو قدامنا ورقة وقلم وتلاقيك مجغول كده او سرحان تلاقيك قاعدت شغبط او حتى لو عاجة قاعد كده متنح وقدامك ورقة وقلم تلاقيك عملت حبة اشكال. فكلنا ورنا بالموضوع ده في محاولة باننا لا ارادية ان احنا ده تخلص من المشاعر السلبية الجواء. فهو بيخلص من الطاقة السلبية بيخليك تتخلص من الطاقة السلبية والمشاعر السلبية الجواء. كمان بيساعد على تعزيز الابداع واجات حلول مفتكرة للمشكلات. طبعا ده للناس اللي بتمارس الدودلز باحترافية او باستمرارية اه لمدة طويلة. وفي بعض الدراسات قالت انه هي كمان بيتساعد على تحسين الزاكرة والتركيز. واللي الرثوبات دي بتخلي الاشخاص يفتكروا المعلومات بشكل افضل. يعني لو انت بتذاكر وقعدتش غبطت كده جبك. الاشكال اللي انت بتذاكرها بترتبط بالحاجة بالحاجة اللي انت بتذاكرها نفسها. فده كمان بيساعدك اكتر. لو بعد ده مش كلامي ده كلام من بعض الدراسات. كمان الدودلز بيحسن مهارتك في الرسم. اه وبيهدي الاعصاب. وفعلا انا رحزت ده لما كنت بعمل الموضوع ده بطريقة الايرادية ان هو فعلا بيقلل فعلا من التوتر شوية. بيساعد شوية على التركيز او حسنت لو جواك مش عاش سلبية واقعتت شغبة شوية. هتحس ان انت هديد كده. فممكن تعمل الموضوع ده بطريقة احترافية اكتر. هده احنا نبقى مجهزين ورقة وقلم اي كانت بقى بسطرة ودقطة سادة اي حاجة او اه روتبوك او ورقة فاضي او اي حاجة. نحاول نعمل دودلز بحيس ان احنا ايه تطلع الطاقة السلبية دي. فانا قررت ان انا عامل تحدي ده اه لبدة شهر. هنحاول نرسم رسمة كل يوم او يوم ويوم. تمام? على اي ورقة على اي دوع على اي حاجة. مش لازم تجيبه ادوات معينة. اي الم جايف حبر. هو الحبر هيبقى سهل في الرسم يعني. نشوف اه النتيجة بعد شهر. عاملين ايه يعني حاسين بتحصل في نفسيتنا. حاسين بتحصل في التركيز. اه حاسين بتحصل في الامداع في الرسم. تعالوا تجرب التجربة دي سوا. انا هعملها وهنزل لكم عامل لكم update على طول من الحاجات اللي انا بعملها. انتم كمال ياريت تجربوا التجربة دي معايا وتشاركوني الحاجات اللي انتم هترسبوها واتبعتوا هاي على الانستجرام او على التينجرام. هحطو لكم الليكات في الديسكريبشن تحت. نعمل بقى update كده للفيديو ده بعد شهر. ودي كان الفيديو دهار ده. فيديو بسيط كده وصغير. فاتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتم منه. وهجمع لكم هنزل لكم الحاجات اللي انا برسيبها في الشورت. ممكن اجمعها لكم فيديو طويل. اه بس واتمنى ان يكونوا الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتم اجلو. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.